هل العمر ده محدد في علاج السمنة مع حضرتك؟ طبعاً أقول لك حقيقة إحنا عندنا برضو إعتقاد إنما بعد سن الأربعين بيبقى نزولنا صعب وكلام يحمل سمع عشان كده بسأل حضرتك أول حاجة قالك إحنا بعد سن الأربعين نبطل أو نقلل الألبان ونقلل جبنة قريش وأبقى ده ده كترة بيوصفه موضوع ده يقولك اللابن ممنوع أقولك على الحاجة فضل إفاند منطقياً كده وعلمياً بالراحة واحدة لما يحتاج انقطاع في الدورة الشهرية عند السيدة إيه اللي بيحتل هرمون؟ إنه بيقل فبيتلق الكالسام عندي بيحتلوا إيه؟ يقل يقل يبقى أنا بحتاج أكتر بحتاج أقل أكتر إفاند وقلت الكالسام زي ما تفانع قبل كده بيعمل لي إنزيمات بتتكون دهون وبيقل إنزيمات اللي هي بتكسر الدهون يبقى بخل بسرعة لا أكيد يبقى أنا محتاج أقطر من الكالسام ذي الأفوكادو أفوكادو مليان كالسام مهم جداً بحقيقة اللي هي مهم جداً زي السمسم أنا أكلم عندي نهارده بخطير جداً عكس ما نستطيع إن السمسم بتأخذ لا السمسم لو بتأخذ رونوصم على المعلاقة في اليوم مع كوباية ماء مغلية أولاً حلو جداً للدورة الشهرية بيقلل الألام بيقلل التقلصات مليان كالسام بزور السمسم دكتور حاتم بزور السمسم تبقى تحنوا كويس أولاً بقى معلقة بطحنوا وحطاها لكم بيت ماء مدى فيها وتناولها ده حلو أولاً ده غير المعلومة إن السمسم في مادة دهنية بتزود الوز أو لشعر كويس أولاً بيدي برضو في مالتي بيتام حلو جداً جميل برضو بس بيدي أخذ معلقة واحدة كويس بس طيس أستاذ عبدو تفضلي فاناً أنا ممكن أخذ خمس تلاف سعر حراري وبقولها بل كده وبقولها تاني تفضلي فاناً واتخن وممكن أخذ خمس تلاف سعر حراري طبعاً من الأوزان الكبيرة وخس طالما أنا أكلت مش به السعرات بلد ما غير من دول السعرات عندنا برضو مبدأ السعرات الحرارية كويس جداً لأ مبدأ الفيتامينات والأماح المعدنية ومضاد الأكسادة بلعب في الثلاثة دول عندي باية من عالي عند الأكسادة عالية الجسم ممتعش الحركة بتاعتها دورة دمية شغالها كويس حسب بنشاط بدل ما بامش 100 خطوة واتعب لا أهمش 500 خطوة مش حس بتاعب لأن الجسم داخلياً مبسوط مني فبيبدأ يحول الدهون لطاقة ده لإحنا محتاجينه يدى يخلي أنسجة تشتغل عندي استجابة خلال الجسم يستجيب لليل حرق السكر بسهولة ده حضرتك بتحرك الجسم كله في وقت واحد يا دكتور حت ده لازم وده في حد ذاته بيرايح المريض بيحس بنتيجة فورية سيدات ما بعد سن القطاع دورة شهرية محتاجين بديل لهرمون الأنوسة واللو عندهم الكوليسترول وعندهم أنطيسة البطن يبقى أنا هسفت بكل دعم اللي بقى أتناول فول الصيا